في حراك الأيام الأخيرة له في وزارة الخارجية الأمريكية يعتزم الوزير مايك بومبيو الكشف عن معلومات استخبارية نزعت عنها السرية تتهم إيران علنا بصلاتها بتنظيم القاعدة وكشف بومبيو عن استخدام إيران غاز الخردل في مناطق العمليات حول البصرة خلال الحرب العراقية الإيرانية في أبريل عام 1987 فضلا عن إيجاد قذائف هوا كيميائية عام 1991 في محافظة المثنى التي قال المسؤولون العراقيون أنها تابعة لجيش الإيراني